سلام لبنات كانت مننا يا ربي تكونوا بخير وعلى خير اليوم غنحضر معكم الشكل التاني من حلوية اللوز اللي كي يجي على هات الشكل كانت مننا انها هات الشكل اللي يعجبكم وينالي استحسان ديالكم وينالي استحسان ديالكم وينالي بدأوا على بركة الله في التحضير كيف ما سبقوا ووريجكم العجينة اللوز العجينة ديال حلوية اللوز اللي كنت حضرتها معاكم ان شاء الله غنحط الرابط ديالها في صندوق الوصف غنحتاجوا المدلك الوراقة نقاش العجينة اللي لونت باللول الأحمر مهم كيف ما الحلوة اللولة اللي كنت شاركت معاكم الشكل الأول غنبدو ديالها في الشكل التاني هناك غيختلف غير الشكل أما نفس العجين نفس العقدة إن شاء الله كيف ما كتلاحظوا هنا العقدة درتها على شكل بودة كيف ما كي يبال لكم مهم أنا غندي رغي كمية بسيطة باش نشرح لكم الطريقة وأول حاجة للبنات كيف العادة غنبدو بها هي توراق العجين غنصرحوها بالمدلك واحد شوية كيف ما كي يبال لكم باش نساعدوا العجين وغن نتنيوها كيف ما كتلاحظوا البنات يعني عملية سهلة ولكن نتيجة ديالها زوينا بزاف هنا البنات كيف ما كتليكم غادي ندوزوها في النمرة السبعة اللي هو أكبر رقم عندي أنا في الورقة ديالي وهنا بعد ما سرحناها غنعود وعود ثانين بنفس الطريقة غنتنيوها وهالطريقة اللي بنات كتساعدكم حتى باش ما تضيعش لكم العجين لأنه كي يجي متساوي صراحة ما كتضيعش في العجين بزاف ما كنبقوش كل ساعة نقطعو ونعودو كيف ما كتلاحظو كيخرج يعني الشكل مستطيل ونا البنات غادي نقوم ودعبا بعملية توراق كيف ما أصبق لي وشرحت لكم في الحلوة الشكل الأول غا ندوزها في النمرة السبعة ونبدل يعني غا نفوت النمرة السبعة ونمشي للرقم خمسة يعني غا نبقى نفوت ندوز العجين ديالي في رقم ونتخطة رقم ولكن ما ندوزش في النمرة واحد اللي هي أصغر رقم عندي لأنها غادي تخرج لنا رقيقة بزاف وحلوية تلوز مكيحشاجوش يعني العجينة كورا رقيقة بزاف مع هذا حلوة كعب الغزال هي اللي كان دوزوها في النمرة واحد كيف ما كتلاحظو الصراحة ما كتقطعش كتجي ناجحة بزاف هاد العجين كنتمنى أنكم تجربوها كتساعد بزاف ما كتحتاجش دقيق بلا ما تدرو البلاستيك الغذائي من التحت يعني تحطوها فوق سطح العمل كيف ما كيباليكم كنهزها ونعود نحطها يعني كتبقى شاد دراسها يعني العجين عنصر مهم في حلوية اللوز كيف ما كيباليكم هنا البنات هزيت البودان ديالي حطيتو يعني ما حطيتوش في الوسط حطيتو في الجانب وهد العجين البنات حاولوا أنكم تغطيوا باش ما ينشفش معاكم هنا كيف ما كتشوفوا البنات حطيتو غير في الجانب وعادة غادي نلوي غا ندور غير دورة وحدة كيف ما كيباليكم كنحاول أنا نشرح يعني نقوم بالعملية بالعرض الباطئ باش تفهمهم زيان يعني الطريقة سوف البنات غير دورة وحدة ونقطعو بسكين يكون حاد كيف ما كتلاحظو باش ما جينش يعني العجينة كتيرة في الحلوة ونحيدو الزائد را ما غا يضيعش يعني غير حاولو أنكم تغطيوا البلاستيك الغدائي را كيبقى زبين ما كينشفش وهنا البنات غا نحاولو يعني نسرحو العجين ديالنا كيف ما كيباليكم نحاولو ندوروها بيدينا باش العجين تلتسق على العقدة وحت هادك الضورة ديال العجين هي ترقاق واحد شوية ونتحكمو في الكبر ديال البودة يعني إلا بغيتوا تقدروا تجيكم الحلوة رقيقة ولا غليدة مو ينفاد المرحلة نتو ما غا تحكمو في الحلوة ديالكم في الحجم اللي حبيتون تومه كيف ما كيباليكم هنا أنا كنحاول نساعد بالأصابع ديالي وهديك الجهة اللي المتنية خليوها ملتحت على البنات باش يجي العيب مدرق كيف ما كيباليكم أنا كنحاول نساعدها بالشوية وهنا البنات العبارة مهم يعني بالنسبة للأخوات اللي مكيشدوش العبار يعني بعينيهم ممكن جيبوا واحد الحلوة اللي بنتوا بها في الأول هذيك القطعة تبعوا للقيص ديالها كيف ما كيباليكم سافل تستمروا فهد العملية كيف ما باليكم هنعود نفس الطريقة بالنسبة للأخوات اللي مكيشدوش العبارة هذي أسهل طريقة ممكن تدروها تاخذوا العبارة على الأول وحدة باش يجيكم الحلوة نفس القياس نفس الحجم نفس يعني مهم حلوة تلوز أنا ويكونوا كيبانوا قد قد وبالنسبة للعاجين هنا كيف ما كيباليكم أغا تتحيد بسهولة من العقدة يعني ما كتلسقش ونجمعوها وندروها في البلاستيك الغذائي والعقدة حتى هي هاكاك نجمعوها وندروها في البلاستيك باش ما ينشفوش معانا ونعاودو ونستعملوهم عادي وهنا البنات غا يمدا وننقشو في الحلوة مهم كل واحد والنقش اللي كيحب أنا كندير على شكل معين كيف ما كيباليكم كنقرص ونخالف القرصة كيف ما ويمكن تمنى أن الفيديو يكون واضح كيف ما كتلاحظو را كنقرب عند الكاميرا باش يباليكم زيان مهم إلا حبيتوا تديروا الشكل جوج معينات ولا غير معين واحد أنا لول درت معاكم يعني جوج معينات في الحلوة وهنا غادي ندير غير معين واحد حتى شكيلي كيحب جي منقوشة بزاف وكي نشوفو يعني كنتمنى أنكم تلاحظو مزيان يعني النقشة هنا البنات غادي يخرجوا لنا جوج معينات وإلى خلفنا النقش كيخرج لنا غير معين واحد نتمنى أنه يكون واضح كيف ما كيباليكم هنا خرجوا عندنا جوج بحل الأول قطعة وتاني قطعة خرج لنا غير واحد يعني هذا الشيء لحسب أنتم ما كيفاش كتنقشو الحلوة ديالكم بالنسبة للأخوات اللي كيحبوها أن تكون منقوشة بزاف ممكن تديروا هالطريقة واللي كيبغيون يعني يجي غير معين واحد في الوسط ممكن تديروا الطريقة الثانية اللي يوريشكم وهنا البنات غادي ندوزو للزين بنفس العجين اللي يوريشكم في الأول يعني عجين اللون دياله أحمر ما عرفت عش كي يعجبين هاد اللون يعني غا نسترحوها عادي غير بمرة واحدة بالمدلك كيف ما قلت لكم أنا كان ناخد غير كيمية قليلة غير باش نشرح لكم بعد من بعد كان نكمل الحلوة ديالي صافي وغا ندوزو في النمرة سبعة في الرقم سبعة يعني ما كتحتاش التوريق ومن بعد غا ندوزو في النمرة جوج نيشين صافي كتخرج عدنا يعني رقيقة وغا ناخد المراشم ولمقاطع ديال الوريدة اللي غا نقطع بيهم ديالي النمرة أربعة والنمرة أثلاثة وعندي بايد البيض باش نساعد الوريدات باش يلتسقوا مهم أنا الوريدة غا نديرها في الجنب ديال الحلوة كي اني كي حبي درج وردات يعني من الجهات بجوج وكيلي كي حبي درج وحدة في الواسط مهم أنا غا ندير رغير في الجنب كيف مكيبع ليكم مهم غا نساعد ببيض البيض وغا نقطع الوريدة ديالنا مهم أنا الوريدة الكبيرة كنديرها باللول الأحمر ممكن تديروا الوريدة الكبيرة باللول الأبيض والوريدة الصغيرة بالأحمر ممكن يعني تفنوا كيف ممعجبكم وتختاروا الألوان اللي كتناسبكم وبيض البيض الصراحة كي يساعده بزاف أنه الوريدات يلتسقوا يعني ما تخافوش منهم كيبقاوا شادين كيقبطوا ريوسهم وأعني وهنا البنات ساعتنا نقوم ب يعني حطوه الضيط البايد باش ندير الوردة الثانية غا نديروها باللول الأبيض يعني العجي اللي شاط معانا في الاول ما كيضيعش غير ديرو غير غطيوه باش يبقى يعني مينشفش معاكم صافي وبقى تستعملوه صافي اللي بنت هنا في الاخر غادي نقوم بتزيل الوردة كيف ما يبعد لكم هنقوم بدك تتقب باش كتبان الوراية زوينة يعني شكل بسيط وكيخرج كمية كبيرة نتمنى ان هات الشكل حتى هو اينا للاعجاب ديالكم البنات وبالنسبة لحلوية اللوس كيف ما قلت لكم غا نخليها تنشف المدة تليلا كاملة ان شاء الله يا ربي وغادي نديرها على نار مهيلة يعني لك كان فرن كهربائي ديروه على درجة حرارة 160 كان الفرن ديال الغاز يعني تنقصو العافية بحلكة طيبو الكيك باش ما تضعش لكم الحلوة ديالكم وحلوة للوزة لبنات من كات حمارش من الفوق يعني غير تقلبوها تبليكم حمارة من التحت را كافي اعرفوا الحلوة ديالكم طابت ومهم طيبوها وخرجوها تكون باقي سخونة دوبو شوية الناباج دهنوها وردوها الفرن يعني الفرن يكون طافي غير هو يكون باقي سخون كتشمع معكم يعني الناباج كي اعطا دا كله معان كيف ما لحتو انا درتها في الكيسات صراحة جات من قوش لكم رائعة لا في الشكل لا في المذاق كنتمنى انكم تجربوها وكنتمنى ان هاد الوصفات اللي كان اعطيكم بنا الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم ومشكورين لبنات بزاف بزاف على حسن المتابعة وانطلقاوا في فيديوها جداد ان شاء الله شكرا للمشاهدة